السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبايبي عاملين ايه يا رب كلكم دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله عملت الفيديو المنتظر. ناس كتير جدا بعتت لي على الفيديو اللي واخد تريند عندي. الفيديو بتاعة رتة المرار. ناس كتير بعتت لي قالت لي عايزين طريقة عمل المرار بطريقة سهلة جدا. والنهاردة ان شاء الله جايبها لكم طريقة سهلة جدا لطريقة عمل المرار. لو الناس ما تعرفش ايه هو المرار. بيبقى لي كزا اسم. بناس بتقول عليه مرار او كمان بيقولوا عليه. او كمان جيل تلمية على البارد او جليز. بيبقى لي اربع اسامي مختلفة. بيبقى على حسب الاماكن اللي انت موجودة فيها. نهاردة ان شاء الله هعملك الفيديو بطريقة سهلة جدا واقتصادية وهقولك كمان البديل لو مش موجودة عندك ده. ازاي هو اتوفره بحاجة موجودة عندك. اه ايه هو بقى? تعالي نشوف ان شاء الله المقدير مع بعض. لو عجبك باع فيديو النهاردة ما تنسيش الاول تدوسي لايك. وكمان لو انت مش مشتركة في القناة واول مرة بتشوفيني. انا مره احمد ودي قناتي تكات وفتكاسات. ما تنسيش تنزلي تحت وتدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد من فيديوهات الجامدة جدا ان شاء الله. معي في المقدير هنا معلقة كبيرة من الجيلاتين وهضيف عليها معلقتين من المياه. وكمان معي كوباة من السكر. انا مستخدمة سكر روح بايبات. ومعي كوباة من الشوكولاتة البيضة. انا مستخدمة شوكولاتة بيضة الشوكولات شيبس. عشان تكون سهلة معي في الزوبان. ترضاي تستخدمي اي نوع شوكولاتة عندك وترضاي تبطعيها للاحجام صغيرة. ومعي نصو كوباة من المياه. ومعي بقى آآ تلت كوباة من المياه ومعي معلقة كبيرة من الكريم الشانطيني. طبعا ده البديل اللي انا مستخدمها. هي المفروض ان يكون فيها كريمة لباني. فما فيش حاجة اسمها مفروض. انت هنا بتقدر اني انت توفري بديل لنفسك. انا مش موجودة عندي كريمة لباني. فاضيف عندي آآ حاجة بديل لها. ايه هو البديل للكريمة اللباني? هستخدم عندي ميا وهاضيف عليها كريم شانطي. خلاص كده انا عملت البديل الكريمة اللباني. او كريمة الخفق. كده تمام. خليكم بقى معي كده خطوة بخطوة عشان نشوف طريقة عمل مرور سهلة جدا وبسيطة. حطيت هنا اول حاجة عندي معلقة الجيلاتين. حطيت عليها معلقتين من المية. بحيس اني انا ادوبهم فيها كده واشوف القوام تقيل زي ما انتش شايفين. كده خلاص تمام. ما تقلقيش خالص. كده كده احنا الجيلاتين ده هننزله على حاجة سخنة. فهيسيح معانا وهيبتدي ان هو المادة بتاعته التفاعل معانا. ما فيش اي مشكلة. تاني خطوة هنا هعمل ايه? هجيب عندي هنا البولر. هنزل فيها عندي بالمية. نص كباة من المية. وكباة من السكر حبيبات. وكمان هضيف عليهم حاجة اساسية جدا للتلميع. انا مش هقلبهم خالص بايداية. هبتديني انا اقلبها كده من غير ما دخل ايدي فيها عشان السكر معايا ما يحببش. هضيف بقى هنا الحاجة الاساسية للتلميع معلقة عسل كلوكوز. معلقة كبيرة من العسل كلوكوز. هو ده السر بتاع اللمعة بتاعت المرور اللي انت هتحصولي عليها. لازم يكون موجودة عندك عسل كلوكوز. العسل كلوكوز مش غالي. البطرمان بيتروح سعره من عشر لخمستاشر. يعني مش غالي خالص. هضيف كده عندي المعلقة. واسبها لحد ما الخليط عندي يسخن. وهبتديني انا اول ما الخليط يسخن العسل هينزل من المعلقة. وهبتديني انا اشيل المعلقة بكل سهولة. بعد الغليان كده هبتديني انا اعد على اداية من واحد لحد خمسة. يعني اول ما يغلي كده غلوة خفيفة جدا. فانا بقولك اول ما يبتديني انا هو يغلي ويطلع فقاكيه كده. تبتديني انت تعدي من العلقة ديك من الواحد لخمسة وخلاص تقومي شايلة من على النار. هبتديني انا بعد كده انزل عندي بالشوكولاتة على الخليط وهو سخ. هيبتديني الشوكولاتة معي تضوب. وكمان انا بقولك تقضيي كمان ان انت تستخدمي شوكولات شيبس عشان بتكون زغيرة وتقضيي ان هي تضوب معاك بكل سهولة. هتقضيي تستخدمي كمان اي نوع شوكولاتة تاني مفيش اي مشكلة. المهم ان انت تبشريها او تخلي حاجمها زغيرة عشان تضوب معاك بكل سهولة وما تغلبتيش. ضيفت هنا بقى عندي تلت كوبات المية عليها معلقة كبيرة من الكريم الشانطية. ده البديل بتاعنا وما فيش اي مشكلة خالص وهنحصل على احلى مرورة في الدنيا. كل حاجة لها حل. مفيش حاجة هتوقفك ولا حاجة تعطلك عن شغلك. لو انت بتعملي اردارات يلا قومي يلا وشوفي انت بتعملي ايه. ما توقفيش نفسك على حاجة غالية. اه الكريمة اللباني غالية. وفي ناس بتستغليها. وفي ناس عادي السعر بتاعها بيبقى متروح لديها. ما فيش اي مشكلة. بس انا بحب اوفر لك البديل اللي هيكون موجودة عندك على طول. حطيت هنا عندي بعد ما دوبت كده لشوكولاتة خالص. حطيت عندي الجيلاتين. وقلبته فيه. ابتدى انه صراح ومش باين اي حاجة خالص منه. هبتدي كده انا بصراحة اتفاجأت اني انا ما عنديش لون احمر. انا كنت عايزة اعمل مرور معاكم لون احمر. بس اتفاجأت جدا. اه فقلت مش مشكلة. جبت عندي لون موف. انا بستخدم الوان جيل. انا بستخدم ماركت ماجيك. اه انا حبيتني انا اجرب كده في الالوان. حطيت هنا في البولة الزغيرة ديت حطيت لون موف. وحطيت في البولة الكبيرة ديت لون فوشيا. انا بصراحة اتفاجأت جدا اني ما عنديش لون احمر. انا كنت عايزة اعمل مرور معاكم باللون الاحمر فقلت الحمد لله اكقدر الله مشاء فعل ما فيش اي مشكلة هبتدين انا اعمل لكم بمرار تاني بصي بقى هنا اللون انا بوريكي الدرجة جدا وهي خفيفة كده قبل ما تضرب بصي خفيفة جدا واللون خفيف ومستابت على المعلقة هوريكي بقى لما نضربه بعد كده ايه اللي هيحصل يعني بصي الخطوة بعد ما دوبنا كده الحاجة هنحطها عندك في الخلاط او الكبة على حسب المتوفر عندك وهنبتدين احنا هنضربه ضربة كويسة جدا لازم يضرب ضربة كويسة جدا عشان يتقل معنا ويبتدي لو في حاجة تضرب معها بكل سهولة بعد ما ضربته كده كويس جدا هبتديني انا اصفيه اكتر من مرة عشان اتأكد ان الخليط بتاعي خالي من الكتل او خالي من اي حاجة انا مش محتاجها في قلب المرار هبتديني انا اصفيه كويس جدا زي ما انت شايفة كده وكمان هبتدي اوريكي القرام بتاعه بعد ما ضربته في الخلاط او في الكبة او بالهند بلندر كمان اه على حسب المتوفر عندك هبتديني انا كده اوريكي القرام بتاعه بص القرام قد ايه تقل معي وبقى جميل جدا القرام سبت معي على المعلقة وبص اللمع قد ايه بينه قد ايه كمان الاضاءة بتاعة الكاميرا بينه في قلب المرار وكمان انا هنا مستخدمة كمان معلقة صغيرة لو كنت استخدمت معلقة كبيرة كان هيبقى عليها اللون اكتر وكل ما بنصيب المرار بيبرد كل ما بيتقل معنا وكل ما القرام بتاعه بيتقل والصمك بتاعه بيتقل فلما تيجي تجلسي بيه الطرطة تستخدمي زي ما هو سايل كده طب لو انت مجاهزة من قبل وابتدع يتماسك معاك هتعملي ايه هتحطيه في المكريف لدرجة بس ان هو القرام بتاعه يسيل معاك او هتحطيه على بخار مية اه على حمام مائي علشان يبتدي القرام بتاعه يطلع معاك اه زي اول مرة عملتيها اه لاني القرام زي ما احنا عارفين كل ما بيوعه كل ما بيتماسك لدرجة ان هو زي ما انت شايفه هون هو تماسك معايا على الكيك فانتي لو هتستخدميه كدرب او شلال نازم من على الطرطة تبتدي ان انتي اه ما تخلهوش يسيح معاك اوي علشان ياخد الشكل اللي انت صممتيه انا هنا بفكرك باللايك لو عجبك الفيديو بفكرك باللايك ما تنسيش تدوسي اه فانا بكمان هارجع كمان اكمل كلامي على موضوع الشلال ما تخليش المرور او الجليز يكون معاك سيح جدا عشان ياخد الشكل اللي انت صممتي به. انا هنا حبيت اني انا كمان اوريكي الاشكال او الكيك بتاع التيك توك الترند بتاع التيك توك الترد زيت واكيد كلنا عارفينها. حبيت كمان اعملك الشكل ده بالمرور عشان يكون معاكي واضح جدا الدرجة بتاعة اللمعة بتاعة المرور. كمان انا هنا بعمل واحدة تاني. وكمان لو عندي اللي هي القطعة دي كنت استخدمتها بس زي ما قلنا مش هنوقف نفسنا على حاجة. تقدر ان انت تمشي الدنيا كلها وما توقفيش نفسك على حاجة خالص. لو عجبك بقى فيديو النهاردة ما تنسيش تدوسي لايك وشير لاصدقائك وحبيبك. كل اللي عليك هتدوسي على الساهم اللي تحت اللي باللون اللي ابيض مكتوب عليه كلمة مشاركة كده تقدر تعمل لي مشاركة لاصدقائك. اه كمان لو انت مش مشتركة في القناة ما تنسيش تنزلي تحت وتدوسي على زر الاشتراك. وتفعي الجراز عشان يوصل لكل جديد من فيديوهات الجامدة جدا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة واسبكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.